بدل ما يطير في سماء دبي الطيور والطائرات بقى بيطير في سماءها الحيتان وبدل ما يسبحوا الحيتان في المية بقوا بيسبحوا وبيطيروا في الهواء مشهد غريب في سماء دبي أدهش الجميع الناس في الشارع وعلى منصات التواصل الاجتماعي خرجت الحيتان من الماء وطارت في الهواء ولفت حوالين الأبراج والعمارات في سماء دبي يطرأي قصة حيتان الحبتور اللي أصارت الجدل على كافة مواقع التواصل الاجتماعي وأزهلت الملايين حول العالم تعال أقول لكم الحكاية دايما الملياردير خلف الحبتور بيبهر العالم بمشاريعه السكنية الضخمة والمثيرة للجدل اللي بيعجز غيره عن تنفيذها وآخر المشاريع السكنية التي أطلقها رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور هو برج الحبتور هو أحدث مشاريع دبي المليارية بيتميز هذا البرج بموقع متميز على ضفاف قناة دبي المائية في شارع الشيخ زي إطلاق حبتور لبرجه الضخم أصار ضجة في العالم كله فأعجب به الملايين على مستوى العالم لأن هذا البرج بيتميز بتصميم فريد وراءه بيعتبر أعجاز هندسي جديد في دبي ونافس هذا المشروع المشاريع الفريدة التي تقوم بها دبي فهو يعتبر أحد أضخم المباني السكنية على مستوى العالم التصميم أدهش الجميع ولكن كانت المفاجأة بجانب أنه بيعتبر أعجاز هندسي لأحد أضخم المباني السكنية في العالم ولكن ما لفت الانتباه أكتر هو طريقة تقديم الحبطول لمشروعه والإعلان عنه كانت عبارة عن حيتان في سماء دبي رأينا حيتان ضخمة وعملاقة تزبح في السماء تدور حول المباني والناس وقفوا مزهولين إيه اللي شايفينه قدامهم ده والكل كان بيسأل يا طرى ده حقيقة ولا خيال يا طرى احنا بنتخيل إن الحيتان بتطير ولا فعلا ده حقيقة والحيتان بتطير وتزبح في الماء والغريبة واللي كان صادم وأذهش الجميع أكتر خرج حوت من الماء ولف حوالي نفسه وطار في الهواء اطلق الحبطور إعلان خيالي للإعلان عن برجه الجديد خلت الجميع بيتساءل يا طرى ايه اللي هيقدمه الحبطور في برج الجديد أضخم برج على الأرض تبلغ تكلفته مليارات من الدراهم استخدم فيه الملياردير الإماراتي تصميم هندسي فريد ومميز لينشئ أحد أضخم الأبراج العالمية بيتكون من واحد وتمانين دور بيتكون من ألف وسبعمية وواحد شقة مبني على مساحة ثلاثة ونص مليون متر مربع ويصل ارتفاع البرج إلى تلتمية وخمسين متر ومن المقرر الانتهاء منه في خلال ستة وتلاتين شهر ويكون من أطول خمسين برج على مستوى العالم واللي بتصدرهم برج خليفة صرح خليف الحبطور وقال أنا فخور جدا أنه سوف يتم تنفيذه بأعلى مواصفات القياسية في وقت قياسي وأنه متحمس بقيادة الركائز الأولى من المشروع والكشف عن الأساليب الفنية المبتكرة لأساليب البناء المستخدر يا ترى هل شهدت من قبل حيتان تطير في الهواء؟ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر